لازم في نفس الافورمات ده اسمه الفورماتنج سترينج. خلاص الفورماتنج سترينج ده بعرفه في ايه الكلمات اللي انا عايزها يطبعها. بعرفه في ايه اماكن اللي هو هيحطها في وبعد ما بخلص الفورمات ده كله واقفله بعمل بعمل فيها بقية هنا كان نبعتين الاريا بس. فكتبنا اسم الفاريابل اللي هياخده. هو وهو بيطبع طبع الاي كابيتل الار الاي الاي الايكول. وبعدين هنا في الحتة دي اول ما نقل تعرف انه هو هيطبع رقم صحيح. فقام راح بص فين المصدر لقال الفاريابل اللي اسمه اريا. قام راح جيب قيمته ارام الميموري. وحطه على الشاشة. وممكن نكمل كمان حاجات. يعني ممكن هنا اقول له باقي سلاش ان في الاخر. معناها انه بعد ما طبع. انتم لو سمحت بقى روح سطر جديد عشان لو طبعنا حاجة. اه تتطبع بتنصيق كويس في سطر مستقل. تمام? لو جينا شغلنا الكود ده. هنلاقيه كتب هلوف سطر وبعدين كتب اريا ايكول خمس تلاف. انا ما كتبتش في الامر خمس تلاف فاني ما عرفش. المفروض يعني ده مخزن هنحسب في حاجة مش عارفينها واحنا بنكتب الكود. خلاص? فكده الشاشة السودة دي سميناها الكونسول ويندو وهي دي اللي هو بيطبع لنا عليها الاوت كوتس بتاعت او البرينت اف بتشتغل عليها. ولو فاكرين احنا في اخر المحاضرة اللي فاتت واقفنا شوية على الكود ده. هو نفس البرنامج تقريبا اللي احنا كتبناه. وقلنا ان ان الويتز والهايت والاريا التلاتة اللي عمل لهم او عرفهم او او حجازهم في الميموري. المخازن ديت كل مخزن منهم لان نوعه انت. فقلنا المرة اللي فاتت في اخر المحاضرة ان هو ليه بياخد اربع اربع بايت. كل مربع من دول او كل خلية لو سمحت اعمله ميوت. كل خلية من دول تمثل وان بايت. فهنا الويت اربعة بايت. الهايت اربعة بايت. الاريا اربعة بايت. الاربعة بايت ديت. ليه المخزن ما خدناش بايت واحد? علشان نقدر نخزن ارقام اكبر. لو انا خدت مخزن واحد هنا. هيبقى اقصى عدد من القيم اللي ممكن اخزنها في اتنين قصة تمانية. لان البيت تمانية بيتز. هيبقى هيبقى ماتين ستة وخمسين قيمة. لو هخزن ارقام سالبة كمان هيبقى عندي من ناقص مية تمانية وعشرين لمية سبعة وعشرين. خلاص? فلو انا مش محتاج برنامج فيه ارقام ممكن تبقى اكبر من كده مش هينفع المخزن يبقى وان بايت. الديفولت بتاع الانت في معظم الاجهزة دلوقتي ليه سرتي تو بيت كومفيوترز هو اتنين وتلاتين بيت. لكن في اجهزة قديمة شوية. يعني وانا وانا قدكه كده اشتغلت على كان ساعتها يعني كان الانت عندنا ستتاشر بيت مش اتنين وتلاتين. فلسه لغاية دلوقتي وخصوصا في بعض البروسيسورز القديمة الستاشر بيت. ممكن تكتب برنامج سي تلاقي ان هو مترجم الانت ان هو اتنين بايت. لكن في الغالب لو انت بتستخدم مساء في اي كمبيوتر عادي منزل عليه اي اي دي اي وكتبت انت هو هيتعمل معنا انه اربعة بايت. وقلنا ان الماكسيمم اه ننبر اللي ممكن اخزنه في الفرق في مخزن من النوع انت. رقم صحيح اقصى رقم هو كام حد فاكر? محمد اه امر. هيبقى في حدود اتنين مليون وشوية لو هاخد اتنين مليار اتنين مليون. مليار مليار اه. اه. يبقى ايه? يبقى اتنين. سابعة ناصر يا كبه. تمام? موجب وسالم. ده الانت العادي. لكن احنا هنتعلم هو هيعلمنا دلوقتي او هيورينا جدول. في لو انا طب انا مش محتاج الاتنين مليار. انا عايز المخزن الصغير ده وان بايت بس. خلاص? او عايز مخزن اتنين بايت. او عايز مخزن وان او اتنين او اربعة بس يكون مخزن اه كله ارقام موجبة. ما عنديش في الفرياب مش هخزن في الفرياب البتاعي. فدي كلها ليها اسامي هنتعلمها يا. طيب هو بيديك بديل بيقول لك بص شايف البرنامج ده احنا سمينا الفرياب والز ازاي. طب ايه رأيك ان في ناس كتير متعودة انها لما تكتب كود من زمان قوي يعني من بدايات الكمبيوتر والهابت دي موجودة عند ناس او العادة دي موجودة عادة سيئة. ان انا وانا هبكتب الكود كده انا كتبت انت دابليو انت اتش. انا في دماغي الو هي ويتش هي هايد والايه هي اريا. فايه رأيكو في التسمية دي? هل هي احسن ولا اوحش? هي ليها ميزة وليها عيد. حد يقدر يفتي. محمد عبد الرحيم. هي ليها ميزة ان هي بتختصر بس عايبها ان انت لو بتشتخل معدي من الكتاب ممكن هو ما يفهمش انت اصدقائي. يبقى هي ليها ميزة انها بتختصر. مسلا لما جينا نكتب المعادلة هنا شايفين ايه ايكوال دابليو في اتش زي ما قال زميلنا. المعادلات والعمليات الحسابية اللي هيدخل فيها الباريابولز دي هتبقى سهلة. اسهل واسرع في كتابتها. لكن عبها مش هو بيقول لو انا شغال معتيم. طبعا. مش هيبقى لازم انا اشرح لهم ايه ال دابليو والاتش يعني مش هيبقى سهل ليهم ان هم لأول واحدة كده اول ما يشوفوا الكود يفهموا. انا قصد اعمل ايه? لان الاسامي مش مساعداهم. الاسامي من اكتر الحاجات اللي بتخلي الكود بريدابول يعني مقروق لاي حد. بس ده مش بس للفريق. ده ديك انت نفسك انت نفسك لو فتحت كود انت كتبه بعضيها بيوم او بعضيها باسبوع او ساعات بعضيها بسنوات. احتاجت كود انت عملته زماني. فانت عشان تفتح كود عملته زماني وتفهمه هتاخد شوية وقت. ذكائك ان انت لما تفتحه تاني تفهمه في دقيقة. مش تفهمه في ساعة. او ما او ما تعرفش تفهمه اصلا لان فيه حاجات معقدة جدا وانت مش حاطط حاجات تساعدك انك انت تفهمه. فعشان كده بتاع النامنج بتاع الاساسي. ازاي ما قلت لكم مرة فتحت ان ممكن شركات ما ترضاش تعينك علشان لما بعتولك حاجة تعملها مسلا في البيت. لما امتحنوك انك تكتب كود. لقوك انك انت كودك نوت ريدابول. فاول حاجة تبقى حريص عليها دايما انك انت تكتب كود ريدابول حتى لو هياخد وقت اكتر في كتابته. خلاص ده هيوفر عليك وقت كتير وهيدي للناس المطلوب منك ان انت مبرمك شاردري. خلاص فكيجي هده تكتب كود معقد جدا وتدي لش تركة فاكر ان هم هيفرحوا بيك تلاقيهم مش واخدينها كمان. مش مش يعني للوظيفة بتاعي. حاجات بسيطة جدا بس بتفرق كتير. خلاص. ولو احنا من البداية اه حطناها في ذهننا وتعودنا نكتب كود كامل حتى لو هياخد وقت زيادة. بدلا ما تكتب الكود. ممكن تكتب البناك في دقيقتين هتلاقي نفسك كتبته في عشر دقايق. بس انت بتبني آآ بتبني عادة جواك كده. انت من غير ما تحس بتلاقي نفسك بتكتب كود آآ بالشكل المزبوط اللي هو فيه عناصر كلها. انه هو موزون كده. مقروع وبرضو البرفورمانس بتاعه بيستخدم بتاعة اللغة بافضل شكل. خلاص. فعشان كده قال لك خلي بالك البرنامج ده. آآ ممكن هو صح. خلاص. وهيدي ولو كتبته بالاسامية اللي هي المختصرة ديت. هيدي آآ نفس النتيجة بس احنا مش عايزين نعمل كده. تمام? هو هنا قال ان احنا ممكن آآ ده برنامج تاني بديل تاني لنفس البرنامج اللي هو بيحسب مساحة المستطيل اللي هو اللي عرضه وطوله مية في خمسين. ما فيش حاجة مختلفة هنا غير ان هو وفر الفاريابل يعني ما عرفش فاريابل اسمه اريا. هنا عرف مخزنين للويدز والهايت. وجف البرينت اف. بدل ما يكتب هنا اسم مخزن كتب اكسفريشن. خلاص اكسفريشن يعني تعبير. كلمة اكسفريشن معناها عملية يعني عملية شوية كلام مكتوب. هيتحسب ويتحط مكان وقيمة. ويتزفهايت ديت. في الاخر معناها ان احنا هنقرأ قيمة الويدز. وهنقرأ قيمة الهايت. وهنعمل عملية الضرب. ونتيجة كل ده هتبقى رقم. هنحطه هنا في البرسنت دي. هنطبعه في الشاشة. فيبقى هنا قال ايه انت مش محتاج اصلا الفاريابل اللي اسمه اريا ده. لانك ممكن تيجي هنا في البرينت اف. وتحط الويدز في الهايت دي. خلاص. فكأن احنا لو احنا بنستخدم او بنشتغل على حاجة لميتد او ما عندناش ميموري اكتشفنا ان احنا رانينج اوتوف ميموري. مش ما عندناش اماكن فاضية. او خصوصا لو بتشتغل حاجة امبيدد يعني على لميتد ميموري معاك. فاحيانا انت ايه تحاول توفر فاريابل بكده. لكن في برنامج زي انت بتكتب في الفيجوال ستوديو مثلا وبتشغل على لابتوب او على كمبيوتر. ده غير محبز ان احنا نقطر الحكاية دي. لا. كل ما اتعرف باريابل برضو هتزود هتسهلك ان انت تعمل لو برنامجك فيه غلطة هتقدر تتبع الخطأ ده اسهل لو انت مش ايه مش مجمع خطوات كده في بعضها. يبقى انا جمعنا خطوطين واختصارنا. الاختصار ده له ميزة ان هو بيقلل بيقلل عدد ال باريابل وبيقلل حجم البرنامج في الميموري ما هو البرنامج ده نفسه. احنا اتفقنا ان ايه ان الكمبيوتر قام على فكرة لستورد بروجرام. يعني البرنامج ده لما هيترجم لابجيكت كود علشان يتنفس لازم الابريتنج سيستم زي الويندوز يحطه لي في الميموري الاول. فاحيانا انا اكون عايز احط برنامج في الميموري لجهاز مثلا بيتحكم في جهاز تحكم في مصنع والميموري اللي فيه محدودة. فيبقى مهم ان انا اصغر البرنامج. تصغير البرنامج هو احيانا بيكون هدف. بس تصغير البرنامج بدون سبب وانت بتكتب مسلا على الستوديو وانت طالب سنقولها بتتعلم ملوش اي معنى دلوقتي. خلاص? فدايما كل حاجة نعملها لسبب. لو السبب ده مش موجود احنا مش هنعملها مجانة. لازم يكون فيه سبب بيخلينا نعملها. فبصوا هنا قال طب ما انا بقى بدل ما اعمل ويتز وهايت انا مش هعمل اي في برنامجي. ما انا عارف ان في البرنامج ده الويتز بهاندرد والهايت بخمسين. فعلى طول جوة المين عملنا رجعنا تاني البرنامج اللي بدأنا بيه كان برينت اف هلو بس هنا برينت اف ان الريكتانجل الاريا هي هتساوي حاصل ضرب المية في الخمسين. وسمينا اي حاجة كده اي عملية حسابية مكتوبة في اي لغة برمجة بنسميها او تعبير. تعبير يعني ده حاجة. احنا بنعبر عن حاجة هتتحسب. فهو هيضرب المية في الخمسين. اوتوماتيك كده. ويشيلها كلها ويقول النتيجة اللي معي خمس تلاف. اعمل بيها ايه? هو في البرينت اف اقيل له اطبعها لي. بعد كلمة ايكوالز حط مسافة واطبعها لي وبعدين نروح سطر جديد. فحيحط الخمس تلاف اه في المكان الصح. طيب هنا هيدينا بقى مفهوم جديد ان احنا مشكلة البرنامج ده. مشكلة البرنامج ده ان احنا بنحسب اريا بتاعت. انا هصغر شوية حاجات كده ما لهاش لازمة هنا. وهفصل ايه? الدنيا عن بعضها. احنا هنا عرفنا الويتز والهايت. بس سبتنا قيمتهم عند خمسين ومية. طب انا عايز برنامجي ده يبقى اقدر استخدمه مع اي مستطيل. انا مش محتاج الاكس دي في حاجة احنا كنا بنشرح بيها. فانا كده قررت ان انا عندي برنامج هيحسب مساحة مستطيل. فعرفت تلات متغيرات ويتز وهايت واريا. بس هنا انا مش عارف الويتز والهايت بكامل. زي ما قدرت ان انا اتفاعل مع المستخدم باني اطبع له النتيجة على الشاشة. فالحاجة التانية اللي هنتعلمها دلوقتي ازاي نعمل يعني ازاي نعمل قراءة. انا جبت البرنامج ده اشتريته علشان احسب مساحات 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 مستطيلات. فانا متوقع ان البرنامج ده اول ما يشتغل اقول له لو سمحت احسب لي مساحة مستطيل يقول لي ايه? اديني الابعاد. اديني الطول والعرض. فلو احنا بنستخدم كونسول ابليكيشن هنستخدم جهزة اسمها في السي يعني سكان اف. سكان اف دي فانشن بتروح احنا لما بنكتب على الكيبورد. هنا هقول هنا. وين? يو? طيب? ايه اللي بيحصل? انت معاك اي كمبيوتر فاتح بكمبيوتر وكتبت حاجة على الكيبورد. الكيبورد ده لو بصت عليه هتلاقي ان هو ايه شوية زرائر وفيه سلكية كسلكة طالعة منه ودخلة على الكمبيوتر من ورا. او لو هو لابتوب هو يعني في الاخر برضو فيه كابل كده. بيوصل الكود بيوصل كده. انت دست على اي حرف? لايه? للاوبريتنج سيستم. فانت كتبت الليتر. اول حاجة يو. طيب. اليسة. ايه اللي بيحصل? الكود يعني كل الحرف من دولة كل حرف له شفرة. الكود او الشفرة. off the letter passes through the keyboard keyboard. انت قال لما كتبت حاجة على الكيبورد كتبت حرف اول ما كتبته الكود بتاعه احنا هنتعلم الاكوات دي في شابتر وان يعني مش بعيد ممكن في المحاضرة اللي جاية ولا اول نهار ده يعني معرفش. الكود اللي انت كتبته ده مشي في الاسلاك. الاسلاك وصلته. لفين? لازم يتخزن في مكان. خلاص? فالكود ده is receive by operating system. ان حاجة اسمها الكيبورد بفر. خلو بالكو ان كلمة بفر دي بنستخدمها في الكوميتر هتشوفوها في خرصات كتير قوي. بفر معناها مخزن برضو. كيبورد بفر يعني فيه مكان مخصص في الزاكرة. اول ما انت بدوس على على زرار من الكيبورد. على طول شفرة الحرف او الكود بتاع الحرف ده بيروح متخزن في وان بايت جوه الكيبورد بفر ده. وبعد كده ده على طول. وبعد كده ال operating system بيبتدي يشوف الكيبورد بفر في ايه? او برنامجك بيروح يشوف الكيبورد بفر ده في ايه? علشان يعرف انت كتبت ايه على الكيبورد. فاحنا في لوجة السي مثلا ال scan f function دي اسمها scan f ليه? لانها بتعمل scanning يعني بتفحص يعني بتمشي على. scan هنا معناها ال scanner او scanning معناه ان انا بفحص حاجة يعني بمشي عليها من اولها الاخيرة. scanning الكيبورد بفحص. خلاص. يبقى احنا عندنا في السي احنا نقدر في برنامجنا نعمل برنامج يشوف لو الراجل كتب حاجة على الكيبورد. فانا ممكن في برنامجك سي اقول له لو سمحت دخلي قيمة ال wait and height بالprintf. وبعدين استخدم ال function اللي اسمها scan f دي عشان اتأكد هو كتب ايه بالزبط. افضل مستنيه يكتب حاجة. واسمها scan f لان هي برضو scan f. ال f دي اختصار format. يعني scan f دي معناها scan format او بالعربي عشان احنا ايه نفهم اكتر. كلمة format يعني وصف. فهنا وصف الايه وصف الفحص اللي احنا هنعمله للكيبورد بفر. فانا بوصف له انا متوقع ايه متوقع ان الراجل يدخر رقم صحيح مثلا. فهو هيمشي هيمشي الرقم الصحيح ده ممكن يكون كذا خانة. يعني مسلا لو انا كتب اه خلونا نشوف كده في الكود بقى هنعملها ازاي. انا ممكن اقول له scan f. طب ال scan f دي بتاخد مني ايه? برضو بتاخد نص بيوصف لي. انا متوقع لما تروح للكيبورد بفر تلاقي ايه? فممكن اقول له كده انا متوقع ان اكتلاقي رقم صحيح. فعادة احنا عشان نعمل برنامج كويس بنعمل print f. انا عرفت له ان فيه مخزن اسمه ويتز ومخزن اسمه هايد. طب قيمته ايه? انا معرفش. انا عايز الراجل اللي هيستخدم البرنامج يدخل الويتز مسلا. فهقول له enter ويتز. طيب enter ويتز دي معناها ايه? ان انا هطلع له رسالة بس كده عشان يعرف ان انا قصدي ايه? انا مستني منه ايه? طب هعرف من اين الرقم اللي هو هو هيروح للكيبورد يكتب رقم. فهعرف من اين الرقم اللي هو كتبه? عن طريق ال scan f دي. فال scan f دي بتاخد مني وصف. انا وصفته هنا ان انت لو سمحت روح للكيبورد بفر وشوف هتلاقي اليوزر كتب رقم صحيح. وبعدين يعمل بي ايه الرقم ده? هنتعلم كده حاجة غلصة شوية ان احنا هنكتب and ونكتب اسم. المخزن اللي احنا عايزين الرقم ده يروح فيه. السطرين ده الجداد علينا. ما شفناهمش المرة اللي فاتت. ان احنا اتعلمنا نعمل output بالprintf. بس اللي هنتعلمه دلوقتي ان احنا نعمل input. يعني نقرأ حاجة من اليوزر بتاع البرجرام من خلال الكيبورد. فدلت ال scan f دي. دي function جاهدة. موجودة فيه? موجودة برضو. في ال header اللي اسمه studio.h. فاحنا لما عملنا include studio.h. معناها اول ما شفت السطر ده. ان المبرمج اختار انه هو يعمل input و output عن طريق ال scan f وال printf اللي هما متعرفين جوه ال header file ده. فانا جيت قلت له لو سمحت ادخل للويدز. وبعدين كتبت في برنامجي. عملت call. ندهت ال function اللي اسمها scan f. اللي هي function برضو مبنية في ال studio. وقلت لها لو سمحت روح يدوري على رقم صحيح. اليوزر كتبه على الكيبورد. هتلاقيه في الكيبورد بطر. وخديه حطيه في العنوان في المكان بتاع الويدز. هي ال scan f دي معمولة بطريقة كده. ان هي ما تعرفش الاسامي بتاعتنا. ما تعرفش ويدز و هايت. لكن ممكن نقول لها روحي للمكان. حطي الايه. الرقم اللي اليوزر كتبه ده في المكان رقم الف. في المكان رقم الفين. لو رجعنا تاني للبرنامج اللي كان فيه اللي ميموري. الويدز دي موجودة في الاربع اماكن دول في الميموري. اللي ممكن يكونوا في المكان رقم الف. الفين. تلاتة. فالscan f ما ما بتعرفش غير العنوان بتاع المخزن. فلما بنيجي نكتب علامة الاند دي معناها دي اوفريتور بيجيب لي عنوان مخزن. الويدز لو طبعتها الويدز دي لو قلت له اتبع الويدز هي اتبع لك الرقم ال 50 او المية. لكن لو قلت له اتبع لي معناها بتقول له اتبع لي عنوان المخزن اللي اسمو ويدز. فخلاصة الكلام بتاعت اللي سكان F دي انها فانشن بسيطة تقرالي الراجل كتب ايه في الكيبورد فلو انا متوقع ان هو يكتب رقم صحيح لاني بتعامل مع ارقام صحيح هنا فقلت له سكان F وقلت له فرسنت دي هنا يعني اقرالي رقم صحيح طب اجيبه منين عملت كومة وكتبت فرامتر تاني للسكان F وكتبت اسم المغزن اللي عايز اخزن فيه الرقم ده بس كتبت لزقت قبليه العلامة اللي هي الاند دي فانا هعمل نفس الكلام ده تاني بس بدل الهيد فكا ان برنامجي كده بفطله امكانية ان احنا مش هنسبت الهيد والهيد احنا هندي لليوزر القدرة ان هو يدخلهم ده لو بصيت كده لو جيت شغلت قال لي لو سمحت دخل الويدز خلاص هو دلوقتي بستني ايه هيفضل الاسكان F مستنية لو انا فضلت ساكت انا دلوقتي ساكت طب الاسكان F هتعمل ايه البرنامج مخلصش ليه لان الاسكان F فتحة مفنجلة عنيها كده على الكيبورد بفر مستنية الراجل يكتب حاجة على الكيبورد لو كتبت مسلا الويدز اربعة ودست انتر الاسكان F هترجع على اني خلصت ايه ادخال الرقم عملت ايه في الاربعة اللي انا كتبتها ديت خزنتها في المخزن اللي في الزاكرة بتاعي اللي اسم ويدز قلت له انتر هايت كتبت له عشرة مسلا هيكتب لي يبقى كده الاريا تساوي اربعين ايه الاربعين ديت هي حصل ضرب الطول في العرب اللي احنا دخلناهم دول قلت له اربعة عشرة فكتب لي ايه اربعين مفهوم يا شباب لسكان F بتعمل ايه في اي مشكلة في البرنامج ده كده برنامج بيعمل ثلاث حاجات اولا اول حاجة بنعملها فاي برنامج بيتفاعل مع ان احنا نقرأ القيم المدخلة وبعدين الخطوة التانية اللي هنا كانت سطر واحد بيحسب الاريا هنسميها بروسيسنج واحنا اخدنا بروسيسنج اللي هي الاساس بتاع اي برنامج بنعمله عشان البروسيسنج ده محمود قول سؤالك دلوقت 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 انا بطلب من المستخدم ان هو يدخل قيمة الارتفاع او او الطولة او العرض بتوع المستطيل تمام سكان F دي كنت بستخدمها عشان تي بعدها يعني ادخل بعدها كلمة او حاجة كده يعني كلمة بتدي اي برسيسنج دي معناها ان في الحتة دي data من النوع decimal integer value بس كان F دي اول حاجة بنديهاله بنقول له خلي بالك احنا دلوقت مستنيين الرجل يدخل رقم صحيح مش مستنيينه يدخل نص اسمه مسلا لا احنا محتاجينه يدخل رقم خد الرقم ده وترجمه ان هو رقم صحيح وحزنهولي في الويد معايا تمام يبقى طريقتها مختلفة عن بس معنا البرسنت دي واحد ان ده هنا احنا بنتكلم عن data item تمثل decimal او integer value فدي طريقة دي سكان F ان احنا بنعرفه احنا بنقرأ ايه وبعدين بنعرفه يخزنه فين بس بنديله عنوان الحاجة اللي احنا بنخزن فيها مش هنقدر نديله اسم الvariable بنكتب له and واسم الvariable وراه يبقى احنا بنعمل الانفوتس بتاعتنا وراها processing وراها الخطوة التالتة الاوتبوتينج ما عاربش كده صح فيه اتنين تي ولا تيه واحدة خلينا نوفر ايه حرض خلاص فاحنا عملنا التلات مراحل بتوعنا دول قراءة المدخلات معالجة البيانات اللي هي الحسابات اللي احنا عملنا البرنامج عشانها وبعدين سوري بقى انا مش حاسس انها صح كده نقوم نتبع النتيجة على الشاشة او بعد كده هتتعلموا ان لو نتائج كتير احنا حسبنا data كتير قوي فممكن نخزنها في ملف والرجل يفتحها وقت ما يحب او نخزنها على ملف في excel مثلا والرجل يتفرج عليها ويخفزها ويغير فيها براحة فيبقى احنا عندنا input processing output ال input output هو احنا لما كتبنا الحطوات او المهارات او المفاهيم الاساسية في البرمجة في النوتس بتاعة المحاضرة اللي فاتت كان اول حاجة بنتعلمها في اي لغة ان احنا ازاي نعمل input output ازاي نقرأ قيمة وازاي نطبع على الشاشة اي كلام هلو اي قيم حسبناها وكده نفهم يا شباب يبقى كده هو البرنامج اتحسن بقى شبه البرامج ولو ان ال processing هنا بسيط جدا لانه برنامج سهر فهنا عمل نفس في الصفحة دي كان عامل نفس الكلام اللي احنا عملناه ادي قال له دخل ارى ام بعد كده قال له مساحة بتاعتك بتساوي كده طيب هنا بيقول لك هل انا كان لازم انا هنا عملت كل في سطر يعني عملت ده طبيعي ان احنا نعمله كده لو شلت دي خالص هل البرنامج هيبقى غلط لا مش هيبقى ولط بس هيبقى غامض بالنسبة لليوزر تمام ان هو هيلاقي هيلاقي كده كيرسور مستني منه حاجة هو مش عارف ممكن ما يكونش عارف ان البرنامج بيشتغل كده فالافضل دايما نعمل print f scan f هل لازم اعمل كل variable انا دي scan f منفصلة لكل variable هتبصوا هنا في الكتاب هتلاقيه عامل تعديل للبرنامج ان هو حاطط اللي scan f سطر واحد وفي الوصف بتاعه بيقوله خلي بالك افحص للكيبورد بفر واقرالي اتنين انتجر مسافة واول رقم تقرأ حطهولي في الادرس احنا بنقرأ الكلمة دي كده يعني انوان وحطلي الرقم الصحيح التاني او الانتجر التاني حطهولي في الادرس تمام يعني انا مش لازم مكتب scan f منفصلة لكل قيمة انا هنا دي فايدة بقى ان انا قلت له انا متوقع ان اليوزر يدخل لي رقمين صحيحين بينهم مسافة فكده السطر ده انا قلت له دخل الحاجتين دخل البعدين الطول والعرض وبعدين جيت هنا قلت له ايه في ال scan f الرجل هيدخل لك two integers خدهم وحزنهم في المكان بتاع الويتس والمكان بتاع الهاي فهنا اللي scan f نقدر نختصرها ونكتب في نفس ال format string بتاعها كذا variable طبعا نفس الحاجات اللي لأناك احنا مش لازم نعرف variable للarea والكلام الفاضلة خلاص ايه بقى طريقة كتابة variable name احنا اتفقنا ان احنا لما نكتب variable name هو هنا بيقول ال m capital او ال n small دي variable name زي سليمة لكن احنا مش عايزين نسمي القسمي بتاعت ال variable زي كده لانها مش هتبقى مقروقة تمام طيب كلمة values دي تنفع برضو يعني ايه القواعد بتاعت variable name انه ما يكونش كلمة محجوزة يعني ما جيش مثلا اجي هنا اقول ايه والله انا هعمل variable اسمه car حاجة كده اقول انا ناوي اعمل كده وانا بكتب variable name لقيته بقى لونه ازرق ده اشارة ليا ان ده keyword محجوزة لان ده كده data type تاني اللي هو بتاع الحروف الابجادية a و b و c وكده مش ارقام يعني فانا ما كنتش عارف انا كنت ناوي اعمل variable اسمه كده اول ما لقيت لونه زرق كده معناها ان ده keyword يعني الكلمات المحجوزة ديت ما ينفعش نسمي variable باسمها لكن ممكن اجي اقول ايه طب كار ديت انا كان نفس سميه كده فممكن اغير احط فيه مثلا one يعني ممكن variable name يكون اي حروف ونحط معها ارقام ممكن اسمي مثلا variable student one خلاص يبقى انا ممكن احط حروف وارقام بس لازم ما ينفعش تبدأ برقم يعني لو جيت قلت كده one student ده ينفع شايفين عمل ايه هنا حط كده حرف زي خط احمر تحت الone خلاص لانه هو مش متوقع ان variable يبتدي برقم يعني في قواعد نستخدمها لتسمية الvariables ايه هي القواعد ديت ما جوزة زي كلمة دي ما ينفعش نسمي variable بالاسامي دية خلاص ما نقدرش نستخدم اي ما نقدرش نحط مسافة جوه الvariable name ما نقدرش نحط مثلا نقطة فصلة الحاجة الوحيدة اللي نقدر نحطها هي وما يبتديش برقم ده القاعدة التالتة اللي ما ينفعش يبدأ برقم نرجع تاني هنا السطر ده كده declaration ده خلق declaration ده wrong غلط لان ما ينفعش الvariable يبتدي بايه برقم واحد يقولي انا هعرف variable اسمه sum of اي حاجة هنا الvariable ده غلط لان حطيت في ايه مسافات يقول طب لا طب انا هعمل السم ديت dot of dot ده برضو غلط لان ما ينفعش نحط نقطة او فصلة او علامة استفهام او الكلام ده لكن اللي ممكن نربط بيه الكلمات هو الاندرسكور يعني كده ده كده بقى correct ان انا وانا بسمي عايزة سمي variable اسمه واضح اوي فكتبت ان الvariable ده اسمه sum of students ده هيخلي المعادلات اللي هيدخل فيها الvariable ده اكبر وايه واكسر تعقيدا شوية بس ايه بس الميزة ان انا خليته very readable ما فيش حد يقدر يبقى عنده غموض لما هيقرأ السطر ده يعرف المخزن ده هنحزن فيه ايه بالضبط فده كده correct ده تسمية مقبولة اني استخدمت ايه underscore ولو ان فيه طريقة تانية اللي هي الهنجاريان نوتيشن ان انا اسمي كده sum او ممكن يعني حسب كل لغة لها نوتيشن معين انا ممكن اسميها كده sum of students يعني الزق الكلمات في بعض من غير underscore وابداية كل كلمة تبقى كابيتل معادة اول كلمة كده sum of students ده انا مش فاكت ده اسمه الكامل ولا الهنجاريان بس ايه بس ده نوتيشن مشهور قوي وcorrect طبعا لان كله حروف يبقى انا ممكن احط حروف وارقام بس ما يكونش الرقم في البداية مسلا انا ممكن اقول sum one of students two ده برضو مقبول ان فيه ارقام في النص فيه underscore underscore في النص وممكن يبدأ بـ underscore يعني دي اخر حاجة ان انا ممكن اقول underscore سوري لازم مسافة طبعا بين ال data type آآ كود بس لاسباب معينة ساعات بنحط يعني فيه حاجات معينة انا ممكن طبعا في اي برنامج اعرف اي variable انه يبتدي بـ underscore لأي سبب حاجة تانية احنا اتعلمنا المرة اللي فاتت ان انا لو جيت قلت مسلا int area احنا عاملينها دي فوق int side one مثلا يبقى انا سميت ال variable side one وجيت حد كتب كده side one هنا لان اللغة دي case sensitive فبتفرق الـ s small عن الـ s كبدال يعني هنا البرنامج ده هيبقى فيه مخزنين مختلفين واحد منهم اسمه side one كلها lower case او small letters وواحد منهم side one واول حرف capital فهنا فيه مشكلة ان انا ممكن اعرفه side one واجي في المعدلة اللي جوه بدل مكتب area كده يقوم يكتب الـ a capital وفاكر انه هو عادي طبعا ما الـ variable تعرف هو هنا على طول لا قطل ان فيه مشكلة ان الـ variable ده مش متعرف مع اني كتب int area فوق بس كتب الايه ساعتها small يعني ناخد بالنا ان اللغة دي ايه كيست ماقدرش اجي في المين دي واخلي الـ m capital واقول انا بحب بحط اول حرف capital لان طريقة تعريف اللغة هي more lower case يعني معظم الحاجات في c تبقى lower case لكن انت من حقك تعرف variables capital كلها وان كن احنا بنحجز الـ capital كله ده لما يكون constant خلاص يبقى هنا variables كلها هنا من حقك تستخدم حروف capital small من حقك تحط ارقام او digits زي side 1 side 10 area 4 اي حاجة من الحاجات دي بس ما يكونش الرقم في بداية الاسم بتاع الـ variable وممكن تستخدم الـ underscore معاهم والـ underscore ما فيش اي قيود عليها ممكن تجيب ممكن اسمي الـ variable كده انت احمد underscore 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 عادي الـ underscore ييجي في الاول ييجي في النص ييجي في الاخر احط اي عدد من الـ underscore من حقي كل ده valid وcorrect هنلاقيه هنا هو قال ايه خلي بالك ده مش variable صح لان في مسافة ده مش variable صح لان استخدمت الاكبر من ما بنقدرش نستخدم الحاجات اللي زي كده عشان لما نحطها في معادلات هو هيطل اخبط هو ده جزء من اسم الـ variable ولا ده رمزة عملية او زي ما سميناها قبل كده ما نقدرش نسمي الـ variable void الغلطة هنا ان ده متخزنة في اللغة ما نقدرش نسمي الـ variable five names لان ما نقدرش نحط اول اسم خمسة طيب ما نقدرش نسمي printf هنا هيحصل له لخبطة بقى انا مش متأكد ان ده صح الـ printf هنا مقلونها مش ازرق صح هل لو احنا كتبنا variable نوع printf هيرفض ولا مش هيرفض طيب ما احنا عاملين include لها الطبيعي ان هو يرفض دلوقتي لو انا شلت الراجل الغلط ده عشان نشيل حاجة ممكن بدل ما نمسح هنعملها comment دي يعني المبرمجين بيعملوا كده فالكود بيبقى فيه كده ربش كتير بعد شوية اه لو انا جيت دلوقتي وحاولت انفذ الكود ده هيقول لي error هو دلوقتي شكله كده هيشتغل بس هو اصلا يعني هو اسم انا خلوا بالكم ان انا ده لما ختبته هنا ما تحولش اللون ازرق ده مش خلاص ده مش لان انا ممكن ما اعملش وعمل حاجة تانية واستخدمها هو هنا احنا لما بنستخدم هتلاقوا هنا ان برامجنا واخدى التسمية بتاعت السي في فيه السي بلاس بلاس مع ان انا بنكتب جوه كود سي مش سي بلاس بلاس فاحنا ممكن اصلا ما نستخدمش البرينت اف والسكان اف نستخدم البديل بتاعهم في السي بلاس 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 وبرامجنا هتشتغل برضو هو فاهم ان ده سي بلاس بلاس كود يعني قصدي ان هو هو مش صح ان احنا نسمي بس ده مش مش حاجة كويسة انك عملت كده انك تسمي اسم بتاع بتاع جاهزة الناس بتستخدمها كتير فهتلخبط الناس خلاص يبقى مع انها مش وانا ممكن استخدمها او اعمل بتاعتي انا بتعمل الوظيفة تانية خالص غير الطباعة على الشاشة واستخدمها عادي لكن ده مش مستحب يعني هو مش بس فنقدر نعتبر دي يعني غلطة في الكتاب بسيطة جدا من دي كده غلطة لان انا استخدمت كان مفروض لو عايز اعمل كده استخدم طيب انا هقفل لانه فاضل اقل من دقيقة وهنفتح تاني على طول الجزء التالت والاخير اشتركوا في القناة